بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم ورطوني وقناة ياسمينة اليوتيوب الخبر معنا النهاردة خبر عاجل هو الحقيقة حدث أليم حدث للفنانة نانسي عجرم أنتبع مع بعض تفاصيل الخبر كشف برنامج الإيتيب العربي في تقرير تمازعاته في حلقة اليوم الأحد عن مصير فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم وقبل قبض عليه لإطلاقه النار على مقطح منزلهم فجر اليوم كما أضاف التقرير أنه من المقرر أن يظل فادي الهاشم في قسم الشرطة لحين الانتهاء من التحقيقات نظرا أن غدا عطلة رسمية بلبنان وسوف يتم استئناف التحقيق يوم السلساء وأكد جيجي لامار مدير أعمال نانسي عجرم أن زوجها بخير ولكنها مجرد إجراءات قانونية مشيرة إلى أن الفنانة نانسي عجرم بخير ولكن يوجد جرح بالقدم نتيجة شزايا السلاح ولكن طمعنا الجمهور على صحتها وخلال التقرير تم تصوير أثار المواجهة وحدوث كسر بالزجاج في إحدى الشرفات المنزل وذلك من أثار إطلاق النار يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض لإقتحام من قبل سارق مسلح عندما حاولت تسلل دخل غرفة أطفالها أطلق زوجها عليه النار مما تسبب في وفاته في الحال كما تم نقل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم مساء الأحد إلى مستشفى الحياة بلبنان بنان على تقرير برنامج الإيتيبو العربي ومن المقرر أن يبقى بها حتى صباح يوم سلساء لإستئناف التحيات وذلك في قضية السطو التي تعرض لها اليوم وأصفرت عن مقتل السارق كما يذكر أيضا أنه الحراسة لم تستطيع التصدي له حتى صعد إلى المنزل وقام بمواجهة الزوجها بالسلاح وتم توقيف الدكتور فادي الهاشم باحت مراكز الشرطة بلبنان للتحقيق في القضية والتخييز الإجراءات القانونية اللازمة وبكده الخبر يكون انتهى معنا النهاردة نتمنى للفنانة ننسى عجرم إن شاء الله نهي تكون بخير